السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات الحبيبات طالبات الصفحة الرابعة اليوم ان شاء الله سوف ندرس الدرس السابع من الواحدة الرابعة بعنوان استعمال نواتج الضرب الجزئية للضرب في عدد من رقمين هدف درسنا ايجاد نواتج الضرب عدد من رقمين في عدد من رقمين باستعمال القيم المنزلية ونواتج الضرب الجزئية نفتح مع بعض الكتاب بيج 189 نقرأ مع بعض سؤال حل وشارك في فريق محترف لكرة القدم يوجد 11 لاعبا منتظما و5 لاعبين بدلاء ما عدد اللاعبين في 15 فريقا لكرة القدم اللي حل هذه المسألة بأي طريقة تختارها اولا زي ما تعودنا قبل بداية حل المثال لازم اعرف المعطيات والمطلوب مني ايجاده اول سؤال بوجهه لك كيف يمكنك ايجاد عدد اللاعبين في كل فريق احسنتي لأجمع عدد اللاعبين المنتظمين وعدد اللاعبين البدلاء ثانيا ما الذي تحاولي ايجاده حول فرق كرة القدم هو احسنتي العدد الكلي لللاعبين في 15 فريقا السؤال الثالث ما عدد اللاعبين في فريق الواحد احسنتم هو 11 plus 5 equal 16 طبعا المطلوب مني ايجاده هو عدد اللاعبين في 15 فريقا لكرة القدم اللي يمكنك استعمال البنية في الحل استعمل ما تعرفه عن ضرب الاعداد من رقمين من رقم واحد لضرب اعداد من رقمين بيين عملك في المساحة الفارغة ادنية اولا هنرسم نموزج مساحة يتكون من 16 multiply 15 هنجزة السكستين الى 10 و 6 الففتين هنجزة الى 10 و 5 هنضرب اولا 10 multiply 10 equal احسنتم 100 بعد ذلك هنضرب 10 multiply 6 equal 60 هنضرب 10 multiply 5 equal 50 بعد ذلك 5 multiply 6 equal 30 بعد ذلك هنجمع نواتج الدرب الجزئية 100 plus 60 plus 50 plus 30 0 plus 0 plus 0 عندنا في الاحد هنضرب 0 0 plus 6 equal 6 plus 5 equal 11 11 plus 3 equal 14 بنكتب الفور ونعيد تجميع العشرة قفو الول 1 plus 1 equal 2 اذا 240 لاعبا في 15 فريقا لكرة القدم نيجي بعد ذلك في السؤال الاساسي page 190 هدف المثال اللي كيف يمكنك تمثيل الضرب في الجزئية تضع ريمة سبع حبات بورتقال و 8 حبات تفاح في كل من 12 صندوقا مع عدد حبات الفاكهة التي وضعتها ريمة في الصناديق كلها اللي تتطلب بعض المسائل اكثر من خطوة واحدة لحلها اولا محتاجين ان احنا نحسب عدد حبات الفاكهة التي وضعتها ريمة في الصندوق الواحد وهو 7 plus 8 equal 15 اذا تضع ريمة 15 حبات فاكهة في كل من 12 صندوقا عندنا موزج المساحة كما هو مبين عندنا مقزة الى 15 multiply 12 ال 15 مقزة الى 10 و 5 ال 12 الى 10 و 2 ضرب هنا 10 multiply 10 equal 100 بعد ذلك ضرب 10 multiply 5 equal 50 بعد ذلك 2 multiply 10 equal 20 و 2 multiply 5 equal 10 نيجي مع بعض نشوف في الجزء بيه اللي اوجد 12 multiply 15 اولا هندرب الاحاد هندرب هزي 12 او 15 multiply 12 هندرب الى 1 هندرب 2 multiply 5 equal احسنتي 10 بعد ذلك هندرب 2 multiply 10 وهو عشرات الفايا عندي الففتين ال 5 في العشرة في الاحاد ضربتها في ال 2 وعندي العشرات هنا و 1 قمتها 10 اذا بضرب 2 multiply 10 equal 20 بعد ذلك هندرب العشرات وهي عشرات ال 12 هنا هي ال 1 و قمتها 10 هدرب 10 multiply 5 equal احسنتم 50 بعد ذلك هندرب 10 multiply هنا قيمة ال 1 10 اذا هدرب 10 multiply 10 equal 100 هنجمع الاحاد عندي 0 العشرات 1 plus 2 equal 3 3 plus 5 equal 8 plus 0 equal 8 عندي المئات 1 هتنزل كما هي اذا وضعت ريمة 180 حبة فاكهة في السناديق كلها نجمع بعض في سؤال اقنعني اكتب نواتج الضرب الجزئية في كل مستطيل من نموذج المساحة وماناتج الضرب النهائي اولا اولا نموذج المساحة عندي مقزة الى 26 وهو المقصود بيها 26 والجزئ الثاني 10 و2 يعني 12 هندرب اولا 2 أو 20 multiply 10 equal هننزل الـ 0 واضرب 2 هندرب بعد ذلك 2 multiply 20 equal احسنتم 40 بعد ذلك هندرب 10 multiply 6 equal 60 اخي مربع عندنا 2 multiply 6 equal 12 نيجي مع بعض نشوخ هندرب 26 multiply 12 هندرب اولا الاحاد 2 في 6 equal 12 بعد ذلك هندرب 2 multiply الـ 2 هنا قمتها عشرات اذا 20 2 multiply 20 equal احسنتم 40 بعد ذلك هندرب العشرات هنا 1 قمتها 10 هندرب 10 في 6 equal 60 بعد ذلك هندرب 10 في 2 هنا قمتها عشرات اذا 20 10 multiply 20 equal 200 هنجمع نواتق الدرب الجزئية عندي في الاحاد 2 plus zero plus zero equal 2 1 plus 4 equal 5 5 plus 6 equal 11 10 بنعيد تجميع 1 plus 2 1 plus 2 equal 3 اذا ننتق الضرب 26 multiply 12 equal 312 نيجمع بعض في امثال تضرب موجه سؤال 1 عبر عن فهمك في المثال الوارد في الصفحة السابقة والمقصود بها السؤال الاساسي لماذا تكون باجاد 2 multiply 10 بدلا من 2 multiply 1 احسنتي هنقوله لان يقع الرقم 1 الموجود في العامل 15 في منزلة العشرات لذلك هو يعني 10 واحدة وليس طبعا واحد نيجمع بعض في التمرينين امثال اتطبق في 3 و 4 اوجد نواتج الضرب الجزئية ثم اجمعها لإيجاد الناتج النهائي وارسل نموذج مساحة اذا لازم الامر هنستخدم هنا نواتج الضرب الجزئية مثال 3 23 multiply 14 اولا هندرب الاحد هو 4 هندرب 4 مرة في 3 ومرة في 2 تشوف قيم كل من العددين 4 multiply 3 equal 12 بعد ذلك هندرب 4 multiply 2 هنا قيمتها 11 عم عشرات احسنتم عشرات اذا قيمتها 20 equal 80 هندرب بعد ذلك العشرات وهو 1 قيمتها عشرات اذا 10 multiply 3 equal 30 بعد ذلك هندرب 10 multiply 2 هنا قيمتها عشرات ايضا اذا 20 10 multiply 20 هندرب هندرب 20 هندرب 2 هندرب 1 equal 2 هندرب هنجمع الاحالة عندنا 2 حسنتي العشرات عندي وهي بتساوي 12 ونضع 2 نعيد تجميع 1 فوق المئات 1 plus 2 equal 3 اذا نتقدر 23 multiply 14 equal 3 22 بعد ذلك هندرب مثال 4 41 multiply 25 هندرب الاحالة وهو عبار 5 multiply 1 equal 5 بعد ذلك 5 multiply 4 هنا قيمتها عشرات اذا 40 بتساوي احسنتم 200 بعد ذلك هندرب العشرات اللي هو 2 يعني 20 multiply 1 equal 20 هندرب 20 multiply 4 هنا قيمتها ايضا عشرات اذا ساوي 40 20 multiply 40 اتفعنا بننزل 2 0 في الناتج واضرب 2 multiply 4 equal 8 هنجمع نواتي قدر بجزئية عندي في الاحاد 5 العشرات عندي 0 plus 2 plus 0 equal 2 في المئات 2 plus 8 equal 10 اذا الناتج الضرب هو 10 25 مثال 5 34 multiply 51 هندرب اولا الاحاد 1 multiply 4 equal 4 احسنتم بعد ذلك 1 multiply هندرب ها في 3 وهي عشرات اذا 30 بتساوي 30 بعد ذلك هندرب العشرات 5 50 multiply 4 equal احسنتم 200 هندرب 50 multiply 3 هنا قمتها عشرات ايضا بتساوي 30 اذا بنزل 2 زير واضرب 3 multiply 5 equal 15 هندرب الاحد وهو 4 احسنتم 3 في العشرات بتنزل 2 plus 5 في المئات بتساوي 7 وال1 عندي في احد الالاف تنزل كما هي اذا الناتج الضرب هو 1734 وثلاثون مثال 6 73 multiply 81 هندرب الاحد 1 multiply 3 equal 3 1 بعد كده هدربها في 7 وهي قمتها عشرات equal 70 بعد ذلك هندرب العشرات 80 multiply 3 بنزل 0 واضرب 3 multiply 8 equal 24 هندرب ايضا 80 multiply 7 هنا قمتها عشرات اذا 70 بنزل 2 0 واضرب 7 multiply 8 equal 56 هنيكي بعد ذلك هنجمع الاحد 3 plus 0 plus 0 plus 0 equal 0 احسنتم 7 بنكتب 1 ونعيد تجميع 1 2 1 plus 2 equal 3 3 plus 6 equal 9 وبعد ذلك 5000 في 1000 تنزل كما هي اذا ناتج الضرب هو 5913 10 مثال 7 64 multiply 32 هندرب الاحد 2 multiply 4 equal 8 بعد ذلك هندرب 2 multiply 60 هنا قمتها عشرات يعني 60 هنزل الزير واضرب 2 multiply 6 equal 12 بعد ذلك هندرب العشرات وهي 3 قمتها 30 multiply 4 تساوي احسنتم 120 بعد ذلك هندرب 30 العشرات في العشرات 30 multiply 60 بتساوي 1800 هنجمع الاحد عندي هو 8 العشرات عندي ساوي 4 عندي المئات بتساوي احسنتم 10 بنكتب الزير ونعيد تجميع العشرات فوق 1 1 plus 1 equal 2 اذا الناتج الضرب هو 2048 مثال 8 26 multiply 53 هندرب اولا الاحد 3 multiply 6 equal 18 هندرب 3 multiply 2 هنا كميتها عشرات اذا 20 equal 60 ثم بعد ذلك هندرب العشرات وهي 5 كميتها 50 multiply 6 نزل الزير واضرب 5 multiply 6 equal 30 بعد ذلك هندرب العشرات في العشرات 50 multiply 20 equal احسنتم 1000 هنيجمع الاحد اذا بتساوي 8 عند العشرات بتساوي 7 عند المئات 3 احد الالاف 1 اذا ناتج الضرب 1378 وكده يكون انتهينا من شرح الجزء الاول من الدرس اتمنى انتو تكونوا استفدتم السلام عليكم ورحمة